موسيقى منكفي موتو شو سوا وصل وقت وقف جديد هلأ مع أجواء مختلفة عن البلا شنابي ببداية الحلقة خلينا نتابع البتستوب ونشوف شو جديد على المحركات بونيفل هو المكان يلي ترايمف كسرت عدة لانت سبيد ريكوردز فيه بالخمسينات وبالتالي هالدراجة تعتبر لكتير من الناس The most iconic triumph of all time وطلعت بونيفل لأول مرة سنة 1959 وكانت السبورتينج بايك بإيامه واليوم بونيفل الجديدة بتجمع بالروح الدراجاتي اللي انشهرت بالسبعينات والmodern engineering تتكون classic British twin لل21st century biker المحرك هو 865 cc air cooled بس مصمم ليبين مثل genuine parallel twin طبع 60 نت including حتى التفاصيل مثل dummy pushrods والcarburetors يلي بيخبوا المودرن fuel injectors المحرك بقوة 68 أحصان و 68 نوتن ميتر دورك وبونيفل بتنساء بالمدينة والopen roads إن كان الرايدر professional أو بعضه beginner الدوليب هنه alloy wheels خفافة إيه 17 إنش سوه الدراجة light و easy to ride خاصة إنه الكرسي بترتفع بس 740 مليمتر عن الأرض بس المودغاردز لقصار والكروم ميجافون silencers بيزيدوا طبيعة الكلاسيكية اللي بيعود للسبعينات بونيفل بتتوفر بعدة ألوان هنه phantom black crystal white imperial purple مع fusion white و intense orange مع phantom black كلنون مع coach lines مدهونين على الإيد وليالي بيحبوا to customize their bikes بونيفل عند عدة accessories مثل alternative seats screens عملانية وعلب تحميل جلد والأهم إنه تراين في بونيفل عنده 2-year unlimited mileage warranty كستاندرد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة